موسيقى حياة سيد الرئيس بيبقى عنده دايما احساس بانه عايز يقدم للمواطن المصري والمصريين كما يطلق عليه دايما عنده الحديث معهم ببرقة الامل بانه الدولة قائمة على انجازات كثيرة على الارض وامام الانجازات ما هو الوضع حتى يكون هناك نوع من الشفافية الكبيرة ويطمئن المواطن ماذا تفعل دولته امام كل الانجازات وامام الازمات خلينا نتكلم في هذا الموضوع باستفادة مع ضيف الخبيل الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة مساء الخير يا دكتور مساء النور يا فنم ازاي حضرتك يعني انا ببقى سعيدة لانه سيد الرئيس يتحرك دائما ويذهب الى انجازات الدولة واليوم وهو يفتتح القرية الولمبية بالاسماعيلية وايضا كان موجود حقيقة قناة السويس وقدم الدعم لهم بانهم الحقيقة حققوا معدلات خلينا نبدأ من قناة السويس يعني كلمنا عن المعدلات التي تحققت اولا بشكر حضرتك على صدافتك الكريمة ومتحياتي لكل مشاهديننا الكرام حديث السيدة الرئيسي النهاردة بيطلع الناس فندم بيطلع المجتمع المصري بيطلع الشعب حجم العمل والمجهود اللي بيتم في الدولة تمام قناة السويس لها طبيعة خاصة صحيح اول انجاز حقيقي على ارض الواقع في حقيبة السيدة الرئيس يعني الرئيس السيسي لما استلم كان اول مشروع كبير بينفذ على ارض الواقع لما سيته الناس هو اللي هو ازدواجية قناة السويس هو كان بمشاركة الناس اه طبعا واسر الرئيس على مشاركة الناس اه بس الاتروحة اللي هو تنفس فيها هو هذا الامر فعشان كده اللبنة الاولى في برنامج الاصلاح الاقتصادي لرئيس الجمهورية كان هذا الانجاز الكبير جدا بداع في قناة السويس بالضبط من قناة السويس من سينة من ارض الفيروز من محافظات القناة من الاماكن دايما اللي بيبقى عليها العين من المجتمع الخارجي صحيح علشان كده النهارده اسمحيلي كان السيد الرئيس دايما بقول ايه ردوا على المشككين صح طب شفتوا النهارده احنا الحمد لله بعد سبع تمان سنين احنا فين صح احنا الحمد لله فين هدي لحضرتك رقم بسيط خالص كل العالم يقدر يتحقق منه قناة السويس تقريبا في 2012-2013 كانت بتعمل حوالي خمسة مليار خمسة ونص مليار دولار تمام النهارده بنتكلم في سبعة مليار دولار سبعة مليار دولار يعني تقريبا زدنا حوالي خمسة وعشرين في المية صحيح بالتقريب انجاز كبير جدا ده نتيجة الازدواجية اللي حصلت زيادة التشغيلة فندم اللي بتقوم بيه جي نمرة واحد نمرة اتنين عشان عارفة حضرتك بتحب الأرقام والمشروعات انا بحب الأرقام والاستثمار كده زي لأن الأرقام تطمئن المواطن طبعا خد بالحضرتك برضو هو المواطن لما احنا بنعد نقول له كل حاجة برقم كنا كذا وأصبحنا كذا أنجزنا على الأرض بهذه الأرقام بيشعر بأنه يقدر يستوعب مظبوط خلاف كده فندم لما بيشوف بعينه المواطن أو المجتمع المصري بيوسق العمل والمجهود اللي بتقوم بيد دولة وبينسبوا للرئيس ليه لأن الرئيس النهارده بيقف على كل مشروع بإيده زي ما بيقولوا كده ليه النهارده لما بيتكلم وبيقول أن المشروعات دي النهارده بالمجهود اللي عملوه ده أعتقد ما كانش تم في عشرات السنين ده بالنسبة لنا فندم كاقتصاديين أن إنجاز اللي بيتم في الوقت القصير ده بيبقى مضاعف المجهود يعني بدل ما بنتها البساطة بدل ما كانوا بيشتغلوا 12 ساعة كانت الدولة بيشتغلوا 24 ساعة تمام فده بيحقق نجاح وبيحقق فيه حاجة مهمة تشغيل للناس هو مين اللي عمل القناة فندم؟ المصريين بعدين نرجع لنفس النقطة هي فلوس مين؟ المصريين المصريين وهم اللي استثمروا مش كده 64 مليار جنيه جمعوهم المصريين في 8 أيام ده كان إنجاز كبير ثقة في القيادة السياسية وسقة في الدولة وسقة في البشر طيب أنا هعود لحضرتك أيضا لأرقام اقتصادية كثيرة ذكرها اليوم سيد الرئيس في هذا الافتتاح والإنجاز اللي كان موجود على أرض اليوم ولكن خلونا نأخذ هذه المدخلة مع سعادة السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق مساء الخير يا فندم أهلا مساء الخير يا سيد الشبكي اليوم تحدث السيد الرئيس عن دعم الأشقاء العرب لمصر في وقت كانت مصر تحتاج إليه إلى هذا الدعم والحقيقة كان يؤكد على هذا الدعم بأنه ساند ودعم مصر كثيرا حضرتك كلمنا عنه أولا مساء الخير للدكتور مصطفى بنستفيد دائما أن المداخلات من طوى جدوة حضرتك القصة بتبدأ من 2011 أهلا 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 أنا عصرت الفترة دائرة كتب وزير خارجية في أيامها وكننا بنسافر لدول الخليج أهلا سوكة السعودية أو الإمارات أو البحرية أو الكويت وكننا بنستشعر أن هناك قدر كثير جدا من التركب والقلق على مستعبى المصر لدركة أن الأمير سعود الفيسر كان أيامها وزير خارجية المملكة العربية السعودية قال كده أنه العالم العربي بلا مصر كسفينة بلا قطة تماما فنبدأ من هذه النقطة فكرة أنه هناك أحساس قوي جدا وصادق على وضعية مصر الاستراتيجية وقيادتها للمنطقة ومن هنا كان دائما هناك حرص على أن مصر تخرج من كبوتها وخاصة في قبل عام 2013 فترة المصر زاد القلق طبعا إلى دول الخريج على أساس أن مصر ممكن تدخل في غمار عدم استقرار وده كان هيأثر عليه وتأثير مباشر وكان هناك قلق شديد جدا من مثل هذا التظاهر اللي حصل في مصر لما جاءت أحداث 30 يونيو حضرتك كان هناك تنفس الصعباء وكان هناك القرار بأنه يجب أن تكون مصر قوية مستخرة تتقدم في النحية الاقتصادية لأنه طبعا عليك عرفة أن الاستقرار الداخلي ده أساس مهم جدا لبناء الدولة ولبقاء الدولة أيضا من هنا كان هناك دعم سياسي ودعم اقتصادي كبير وطبعا من الضروري أن نعترف بهذا ونذكر الأشقاء على هذا الأمر ولكن الأهم من كل دوت أنه مصر استغلت هذا الدعم في بناء فعلا دولة قوية تستطيع أنها تكون ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة وأيضا تمد بأدها بجهود التنمية لمختلف الدولة كنا نتكلم على ليبيا على السودان على دول كثيرة أيضا أحاديك مثلا للربط العربائي مع أردن مع المملكة العربية السعودية فيه إطار تنموي كبير كبير من مصر كثير فيه فكأحد وسائل تنفيذ السياسة التنمية القائمة على فكرة السلام والاستقرار والتنمية فأعتقد أنه صحمة الرئيس اليوم تحدث عن هذا الأمر بشكل يعبد فعلا عن مشاعر المصريين كلهم ناحية هذا الدعم حصل في فترة أحنا كنا فعلا محتاجينها ولكن الآن الحمد لله مصر بتخرج بثقة من الأزمة الاقتصادية وطبعا فيه تحديات كبيرة ممكن أن دكتور مصطفى طبعا هيكون أقدر مني أنا بس عايزة تعليق من حضرتك قبل معود لدكتور مصطفى وهو تعليق ممكن يكون بينه ربط يعني كلام سيد الرئيس اليوم وأيضا أنه يعني سيد الرئيس يحب أن يعلم المواطن المصري يعني أيضا من ساند مصر ودعم مصر في نفس الوقت لو رجعنا من أيام أو أسابيع كان سيد الرئيس في استقبال لقاء القمة والإخوة في العالمين وأعتقد أن الإخوة اللي دعموا مصر جموا وشاهدوا كيف تقدمت مصر على الأرض يعني إذا كنت تم السند والدعم ولكن مصر تعمل وتنجز بهذا الدعم والسند كيف ترى يعني من هذا العام إلى العام الذي نحن فيه حضرتك تكلمت عن 2012-13 ونحن في عام 2022 ومصر يعني وقفة بإنجازات كثيرة طبعا هو كان فكرة حتى اللقاء الأخوي يأخذ في مدينة العالمين أنا أعتقد أنها كانت فكرة ممتازة يعني طبعا حضرتك المكان ده كان من سنوات قليلة جدا مختلف تماما وبالتالي أنا بشوف أن فكرة عقد اللقاء الأخوي كانت دعوة جذابة وجاذبة أيضا ومن هنا أنا بشوف أنه الزور العربية كلها ترى مصر نموه للتطور والنموه القصادي بشكل كبير جدا ندف خامة الرئيس أيدا التحدث عن قرارات السويس وده كان أمر مهم جدا وسهمت فعلا في دعم القصاد الوطني مصر تملك مؤهلات كثيرة وليس بس في الدعم الأشقاء ولكن نملك مقاومات كبيرة جدا القصادية نستطيع أن نصخرها فعلا للتنمية وأيضا لعملية السلام والاستقرار في المنطقة والدول المحيطة جدا أكيد يعني سعادة السفير محمد العربي وزير خارجية الأسبق بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التعليق وهذه المدخلة وأشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر عايزة أعود تاني إلى الأرقام خلينا يعني تكلمنا عن بعض الأرقام الإنجازات يعني مثلا تحدث السيد وزير المالية عن ديون مصر وقلق والناس التي تتكلم كثيرا عن مصر وكيف مصر ستواجه ديونها وحتعمل إيه كلمنا على هذه النقطة أيضا تحديدا طيب اسمحي لي بس أتكلم بلغة بسيطة لكل يعني مواطنين ومجتمعنا هو إحنا بنقترد من مين يا فانتب مصر دي بتقترد من مين؟ من مؤسسات طبع أنا لو اختردت من مؤسسة زي البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو اختردت من اتحاد الأوروبي وتقاعصت كدولة والعياذ بالله معرفتش سدد مش الدولة دي يا فاندم هتعلن أن في مصر أو أي دولة تقاعصت في عدم السداد طبعا وده حصل في دول العالم كثيرة مش كده طب إيه رأي حضرتك لغاتنا أنا بكلمك النهاردة مصر لن تتقاعص عن أي سداد قصد في مدى عمرها كله يعني رغم تحدياتنا وصعوباتنا في 2011 ورغم كل الأزمات ورغم شوف يا حضرتك كل الصعوبات اللي مرت على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري وأحداث يناير وللأسف خروج الاستثمارات والمشروعات لم يحدث أي تقاع لم يحدث أن احنا يعني تجاوزنا أو أن تجلنا أقصاد لسداد ديون تمام فأن الناس اللي بتتكلم النهاردة تقولك أصل مصر عليها أقصاد ديون وهتكون عجزة عن يعني يكونوا رحماء بينا رحماء بالناس لأن ده بيسير بلبلة من الإعلام للمجتمع المصري وبيأثر على المستثمرين لأنهما في البداية يعني من يتكلم كثيرا لا يريد أن يرى ما تقدمه مصر من إنجازات خدني بقى إلى الإنجازات خليني أتكلم عن بعض الحاجات أكلم حضرتك على نفس الرقم فضل إحنا عندنا فندم فعلا عندنا حجب الدين الخارجي ده رقم مسجل كل الناس 158 مليار تمام مصر ساعات بتجدول بعض من الأرقام دي لفترات أطول تمام زي أي دولة مش كده هذا يحدث في العالم وطبعا بيكون اللي بيقرد الدولة دي مستفيد ليه؟ لأنه بيجدول مع مقترد موصوق فيه صحيح يعني لما بيسلي في مصر بيقولك قد فيها عندها معدلات نمو الدولة بتشتغل أكتر وحيانا تزيد نسبة للأزمات والفوائد بالضبط ومعدلات المخاطرة والتغيرات للعالم يشهد فضل يفن تمام طيب خلينا مثلا نقول أنه مثلا يعني 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 عندنا مثلا جرى تخصيص ما يزيد عن 130 مليار جنيه لمواجهة التعديات السلبية المباشرة التي نتكت عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلينا نكلم الناس عن ده وخطة الإصلاح الاقتصادي اللي نفذتها الحكومة طيب ممكن نبسط الموضوع نبسط في دولتين كبار في حالة حرب دول أكبر دول اللي هي روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول اللي مصدرة للحبوب والمحاصيل الزراعية والسلع الزراعية فيهم سلط غزاء العالم تقريبا 40-50% من الأمح والمحاصيل الزيوت تطلع من روسيا وأوكرانيا تمام النهاردة في تغير الحرب دي يا فندم تغيرت الزروف الاقتصادية فارتفعت الأسعار في البورصات في العالم الأمحة مثلا على سبيل المثال مثلا يعني زاد 400% فالدولة عشان النهاردة ما ترفعش مستويات الأسعار وتغلي الخبز أو تغلي بعض من المحاصيل الزراعية فبتضطر تواجه هذا الأمر يا فندم بتزيد حركة الدعم من خلال الموازنة العامة للدولة بتوفر تمويل يعني بنتها البساطة بتزود حركة الأسعار بالنسبة له هي بتتحمل الدولة يعني مستويات الأسعار في سبيل إنها ما ترفعش على المواطنة يعني الغد ما بكلم حضرتك النهاردة رغيف العيش بخمس أروش تمام ما فيش دولة في العالم بتقدم هذا السعر للدعم للرغيف رغم إنه هو تقريبا تكلفته في حدود السبعين خمسة وسبعين قرش فدبعا ده بيزيد على عبء على الموازنة العامة للدولة تمام ولكن لما تيجي تبصي حضرتك النهاردة ده بند من البنود ولكن لما نبصي كمان على بند البترول أو الغاز زي ما نحن النهاردة كمان السيدة الرئيس بيتكلم لولا إن ربنا أكرمنا في حقل ظهر وتم الاكتفاء الزاتي في نهاية عام 2020 ما كنش التوجه اللي احنا بنشوفه النهاردة الدولة بتحاول جاهدة واحد إن يكون فيه اكتفاء ذاتي لكل المصانع ولكل الشركات ومحطات القهربة ولكل المستثمرين ده رقم واحد رقم اتنين إن احنا نتحول للطاقة النظيفة وبنحول كل منتجاتنا أو مصانعنا ليه استخدامنا للغاز تلاتة إن احنا دولة بقينها مصدرة للغاز أربعة إن احنا بنجيب عملة صعبة طيب لو ما كانش عندنا حقل ظهر صحيح كان هيحصل إيه كان حابق عندنا مشاكل كتير مش كده طبع واحد هتلاقي أسعار فندم أعباء مالية كبيرة جدا على الموازنة أعباء مالية كبيرة جدا على المواطن واعتقد كل ده للأسف الناس مش واخدة بلها منه فالحمد لله المجهود اللي قام بيه الدولة بيه الاكتشافات فيه سواء فيه الغاز أو فيه البترول خاصة في حقل ظهر وفر على الموازنة العامة للدولة بالمليارات سريعا رقم في غاية الأهمية مصر بتستهلك تقريبا يا فندم في الشهر بحوالي 2 مليار دولار حجم المواد البترولية مصبور لو الرقم ده احنا مش عارفين نسددهم أو ما كانش عندنا الغاز أعرف حضرتك الرقم ده كان ممكن يكون كام مش أقل من 6 مليار في الشهر الناس عشان تبقى عارفة احنا بعد أحداث 2011 ترقم علينا تقريبا في حدود 7 مليار دولار للخاصة باكتشافات البترول والمدونية الخاصة بزارة البترول النهاردة حضرتك بنتكلم على حوالي 400-500 مليون دولار مين اللي سدد الفلوس دي؟ مع الدولة المصرية مين اللي التزم بالسداد؟ الدولة المصرية عشان كده دخلوا معنا شراكاء أجانب في الاكتشافات والتنقيب وده التشغيل اللي الدولة بتسعى عليه دايما اللي بتشتغل عليه كمان أعتقد أنه كمان في شركة تانية دخلت كمان غير الشركات التانية يعني طول الوقت الدولة بتحاول تفسح المجال خاليا تكلم أنه أيضا الإصلاح الاقتصادي اللي تم في سنة 2016 قدر دلوقتي يمكن كان وقتها كتير جدا مش متخيلين أنه المصريين يقدروا يعدوا به بس أمام الأزمات اللي أنت لم تكن تعلم عنها شيء أنها قاتية زي أزمة كورونا أو الأزمة الأوكرانية الروسية أعتقد أنه هذا الإصلاح أيضا إدري وقف مصر على رجلها طبعا 2016 كان عندنا تحدي صعب جدا نتيجة أحداث 2011 ليه؟ عندنا عجز كبير جدا أفندم في الموازنة رقم كان مهول عندنا زيادة في الدين يمكن الدكتور معيط النهاردة استفاد وقال أننا كنا داخلين عندنا الديون أكتر من الإجمال الناتج المحلي ووصلنا تقريبا 110% وده طبعا رقم بالنسبة لإقتصادنا إحنا دولة نمية سوء لسه صغير سوء من الأسواق الضعيفة اللي ما كانتش تتحمل أن يكون عندها برنامج إصلاح اقتصادي بهذا الدرجة الكبيرة جدا من التحدي علشان كده لما حصل في 2016 وابتدنا نحرر سعر الصرف واتجهنا أن يكون عندنا تحسين في موارد الدولة وترشيد في استخداماتنا للمصروفات نجحنا نجاح كبير جدا وعلشان كده شفنا أن التضخم لما وصل لحوالي 33-34% نزل تاني لتسعة في المية وشفنا لما وصل سعر الصرف وكان السوق السودة على أشدها زي ما بيقولوا وكانت هي المتحكمة في سعر الصرف نزل الدولار من حاجة وعشرين جنيه نزل لخمستاشر جنيه لما شفنا أن ما كانش فيه عندنا استثمارات وما بيجناش مستثمر يا فندم من الخارج زاد عندنا الاستثمارات الغير مباشرة اللي هي السندات وأزون الخزانة وصلنا تقريبا لـ 30 مليار دولار الاستثمارات المباشرة الحمد لله كان في كل سنة تقريبا بيوصل لنا 7-8 مليار دولار سنويا استثمارات مباشرة اللي هي المصانع والشركات خلاف ده كل يا فندم مؤشرات البطالة وده من أهم المؤشرات اللي هو الشغل يعني التشغيل وصلنا بيه لرقم في غاية الأهمية وصلنا لـ 7% احنا كنا في 2013 هو 7% لأنها مدلول جيد جدا لكمية الإنجازات والمشروعات اللي موجودة على الأرض هو ده الترجمة هو ده الترجمة اللي بتوسق حجم الإنجاز اللي بيتم في البلد وده بنشوف وحنا دايما حضرتك أكيد تعلمي في أمريكا يقولك إحنا مستنين سوء العمل في أمريكا يحصل فيه إيه كل شهر دخل فيه زيادة عدد أو ما دخلش هو ده اللي احنا بنبني عليه اقتصادنا أكيد السادة الرئيس اليوم دعا لمؤتمر اقتصادي وأعتقد أن ده من القوة أن أنت وقت أزمات وأن أنت بتبني البلد وواقف وتحاول تحل يعني الدولة أنك في نفس الوقت مستعد تسمع أصوات مختلفة يعني وأصوات ممكن تكون عايزة تبني بطريقة مختلفة رأيك إيه في هذا الاقتراح ده اقتراح في غاية الأهمية واسمحيلي أنا رسلت حتى رغم أنه هناك حوار وطني أيضا وداخل الحوار الوطني حيكون فيه ملف اقتصادي ولكن يبدو أن السيد الرئيس عايز يفتح بشكل أكبر ويخلي الموضوع الاقتصاد هو موضوع مهم بص يا فندي لا يمانع أن يكون فيه عدد من الأطر عدد من المحاور عدد من الرؤى أن احنا نسمع أراء مجموعة من الخبراء وأراء من المجموعة التانية وتتطابق الأراء دي مع الواقع في الأرض العملية يعني أننا دايما نسمع الناس بس خلي الناس لما تقول تقول وفق المرضود اللي على المجتمع المصري فيه ناس بتكون عندها فقر اقتصادي منحرف شوية عن المجتمع المصري يعني بيطاع البساطة بيقولك إيه شيروا الدعم خالص طب هل مجتمعنا بالضبط كده هل الناس النهاردة تتحمل هذا الأمر في ظل التدعيات الاقتصادية العالمية في وجهة نظر يعني طبع لكن هل ممكن نشيروا تدريجي على فترة 3-4-5 سنوات يكون فيه تحسن في الموارد الدولة ونرفع الدعم آه طبعا طب إيه البديل عارف ليه زي مثلا لما الدولة كان عندها خطة أعتقد أنها كانت خطة نجاحة وزكية جدا في مسألة البطاقة التامنية لما الدولة درست دا ورشاد دا وقدر تحدد الفئات المستحقة لهذه البطاقة وأيضا شالت الفئات الغير مستحقة فبالتالي أنت عرفت الدعم رايح لمين أنت بتكلم في دولة فوق المائة مليون فالمائة مليون دول فيهم ناس مستحقة وفي ناس غير مستحقة فأنا أصبت الأداء دا زيه وده بينول رضا الناس خلي بالنا في نقطة مهمة كل المجتمع الحكومة والصناع بتخدم المجتمع المصري فدايما بتحاول أن يكون عند المجتمع دا رضا رضا في إيه؟ أنه يتستجيب ليه بعض من الإنجازات اللي بتتم خلينا نرجع للحوار فاندم تاني الحوار الوطني دا هيكون موسق برؤية اقتصادية ما يمنعش أن يكون في وجهة نظر مؤتمر اقتصادي الدولة تسمع ناس تانيين مختلف الطواقف سواء أحزاب سياسية سواء اقتصاديين مراكز الأبحاث سواء الناس اللي بتيجي من سوق المال كل دا فاندم النهاردة بيدي رؤية لمتخز القرار علشان يقدر يصنع قرار يوليق بالمجتمع المصري فده بيكون استجابة بالنسبة بعتنا للحوار الوطني قلنا لهم خلي بالك ممكن يكون فيه بعض من السياسات تقدروا تستفيدوا بيها بيردوا على الناس وده شيء طيب التكامل والتعاون ما بين الخبراء أو المتخصصين أو المثقفين ونبذل شوية جهد صغير يعني ما يمنعش أن حد يرسل الحوار الوطني أو يرسل دورة رئيس الوزراء خلوني أشارك بس دا كان مفتوح بالضبط والحقيقة وتم المرسلة وكان معلم في أداء طيب طيب خلية أتكلم أيضا عن ما قامت به الدولة بالنسبة للبورصة المصرية تماما وخاصة كمان أنها يعني الدولة قامت بإجراءات كثيرة جدا أكثر من 121 إجراء أعتقد علشان تحسين الأوضاع هل أنت شايف أن هذه الإجراءات في ظل الأزمات التي موجودة ممكن تحسن الأداء هو فيه تحسن للأداء ولكن اسمحيلي لا لسه قدامنا وقت كتير جدا ده بناءا على مؤشرات سوء المال وطبعا يعني للأسف معدلات التداول اليومي لسه قدامها فترة كبيرة جدا نظرا لتخارج الأجانب لنتخوف الأجانب جاي بناءا على ارتفاع سعر الفايدة العالمي اللي احنا شايفينه النهاردة الاتحاد الأوروبي النهاردة بيرفع سعر الفايدة 75 نقطة أمريكا خلال كتير والشهر القادم هترفع 75 نقطة تاني فخروج الاستثمارات من السوق المصري ده أمر طبيعي جدا تخوف الناس على أموالهم ده شيء طبيعي ولكن اتخاذ الأجراءات من الحكومة كانت في وجهة نظري كانت ممكن تكون صباقة شوية ولكن فيه قيادات الحمد لله النهاردة جديدة رئيس هيئة الرقابة المالية أعتقد طرح رؤية جديدة جدا للتعاون أن يكون للمستثمرين هو الدكتور محمد فريد من السوق عنده خبرة كبيرة النائب بتاعه نفس الحكاية أو المجموعة كلها في هيئة الرقابة المالية سواء بقى في سوق المال في جيل جديد جيل واعد هيقدر ينجز حجم الانتاجية لزيادة دخول الشركات فيه دور على الدولة نهاية سند البورصة فيه قيد عدد من الشركات السوق إليل جدا يا شافكي عدد الشركات إليل جدا المستثمر مش يعرف يخش يلاقي البضاعة الموجودة في السوق إليل حكاية فرض الضرائب ياريت يعاد فيها النظر مرة تانية التيسيرات الضريبية دايما فوجت نظري دي من أيصر الأمور لتخلي المستثمر يخش سوق المال أو يخرج من سوق المال أو يكون عنده إقبال طبعا ما ننساش ودي من النقاط اللي ممكن تبقى موجودة في مؤتمر الاقتصادي يعني منقصة عشمان من كده هي نقاط مهمة خليني أروح على الاستثمارات وأيضا تعزيز المنتج المحلي يعني إحنا يمكن نجحنا وقت كورونا بأن إحنا صدرنا حاجات كتير جدا في وقت كان العالم الأسواق كانت مغلقة فيمكن دي كانت الفرصة أن إحنا صدرنا الموالح وكان عندنا تصدير قبل كده للبطاطس ناجح وعندنا تصدير لخضر وفكهة كان ناجح برضه فأعتقد أن دي شيء كان لطيف جدا يعني طب الشيء ده إحنا والدولة شغالة عليه يعني زراعة الميت مليون وفكرة التشجير وفكرة الاهتمام وكل الأشياء دي إزاي ممكن تخدنا أيضا لاستثمارات أكتر وتصدير أكتر مش ملاحظة حضرتك أن أغلبية الصادرات اللي تمت هي بناء على وجهة نظر القيادة السياسية يعني أول ما الرئيس جيه قالك في عندي هدف أن أنا أعمل واحد ونص مليون فدان صحيح الواحد ونص مليون فدان دول محاصيل زراعية طبعا فأكبر انتاجية النهاردة في الصادرات قطاع الزراعة اللي الناس أقبلت عليه وكان المنتجات الزراعية سواء الموالح سواء المعقل ده إحنا المصريين حاسين به مش كده يعني إحنا نفسنا حاسين بالتقدم اللي حاصل فيه بالزبط الزراعة في الفكهة والخضار وكده أعتقد أنه تحسن تحسن كبيرا بالزبط والحمد لله في عز أزمة وجائحة كورونا ما حصلش تراجع في المحاصيل الزراعية ولا مشكلة في أي يعني انتاجية من المحاصيل الزراعية ده نتيجة إن إحنا خططنا شوية وقلنا نعمل واحد ونص مليون فدان على الأمر التاني الصوامع ما ننساش إن إحنا عملنا الصوامع فزدنا حركة الأمح داخل السوق المصرية بتخزين لمدة 6 شهور نرجع تاني للصناعة الصناعة محتاجة كتير يا فندا طبعا محتاجة توجه كبير بعدد من الأطر واحد لازم يكون فيه تمويل كبير جدا لازم يكون فيه معلش مبادرات زي ما بنرجع تاني بسعر فايدة أعتقد من يعني مدعم زي ما بيسموه ليه؟ هل تقصد أن أنت عايز بالنسبة للصناعة ورجال الصناعة يكون فيه تعامل مختلف بالزبط على جنب وده اللي قاله الرئيس النهاردة في التوصيات في آخر حاجة خلي بالكم الرجال الصناعة لا وقال كمان يعني يعني حوافز لكل الناس اللي بتشتغل في المجال ده الحافز يا فندم الحافز لرجل الصناعة عايز حاجتين تيصيرات في الإجراءات وتمويلات من الأجهزة في الدولة يعني مبدال ما بيشتغل أنا بقول مثل بمليون جنيه وعرفنا أن يديله تمويل بفوائد يعني مخفضة أعتقد يعرف يتوسع في السوق تمام إذا عرفنا أن ندبره يعني عملة أجنبية علشان يقدر يزود من انتجياته داخل الشركات ده يبقى كويس تالت حاجة البيوكراطية اللي احنا اتكلمنا كان ليه الشرف قبلت حضرتك من كام شهر صحيح وقلتلك البيوكراطية هاي دي للأسف المعوقة في إنجاز الكثير من الأماكن فاندم في المناطق الصناعية والحضانات الاستثمارية الخاصة بالمناطق يريت نعدي رأساتها تاني سواء من هيئة الاستثمار أو المحافظات أكيد عارف هي كمان مصر الرقمية لا تتحمل البيوكراطية يريت يعني هو ده اللي احنا عاش مني فيه اللي احنا ماشيين فيه ده لم يعد يتحمل البيوكراطية الكلام كتير والأمل دايما كبير أنا بشكرك جدا دكتور مصطفى بدرة دايما نضع كده الأرقام والخطوط لبلدنا والمواطر بشكرك شكرا تشكر أفن يعني مشاهدينا زي ما دايما بنتكلم بنحاول نقدم لكم كل حاجة فيها برقة أمل وكل حاجة فيها أرقام ممكن تخلينا كده نبص على خريطة بكرة الاقتصادية ما فيش حاجة هتتقدم لو احنا ما مدناش ايدينا واحنا كمان ما فهمناش ما استوعبناش وبقين احنا كمان بنشتغل يعني الهمة والشغل هتعدي كل حاجة ممكن تعدي بس نكون احنا كمان على قد التحدي اللي احنا بنعمله فاصل قصير وانا عودة نستكمل معكم باقي فقرات التاسعة